لما تسمع الموضوع التجسد والموت أول فكرة إيش بدور في ذهنك؟ الموت ملك الأهوال مرعب مخيف وأنا لأنه اشتغلت طبيب بفترة طويلة وشفت ناس كتيرة بتموت في المستشفيات وفي البيوت وكده فأعرف يعني الموت ورعب الموت لأن شفت مناظر ناس بتموت خطاب ما يعرفوش الرب يسوع المسيح وسمعت كلمات الرعب والخوف وسمعت ناس بتقول حشوهم عني طفوا نوروا النور والنور منور الريحة وحشة وما فيش ريحة وحشة طفوا المرتبة والمرتبة مش ولعة وشفت واحدة وهي بتموت وكانت بتتطاول عن رب يسوع المسيح شفتها وهي بتصرخ وتقول ياشتان اسئين ياشتان متصورة إن وهي عم تلصص انفاسها الأخيرة وهبوا جهنم جاي عليها وإبليس الذي له السلطان الموت جاي يوقع حكم الموت عليها وهي خايفة ومتصورة إن في جهنم في حد حيبل لريق حد لا فالموت مر مالك الأهوال الكتاب بيقول كده لا وكمان طبعا احنا حديثنا رح يكون من كلمة الله من الكتاب المقدس ولكن انت بتتكلم كمان كخبير كطبيب بتمر هاي الحالات العديدة أمامك يعني حديثة معك قبل الحلقة في ناس اللي الغير مؤمنة كنت تحس أو تشعر تشوف الرعب على وجوهها ومن ناحية تانية المؤمن كيف شكله أنا حابة أعرف يعني أكاد أجزم إن جلد الواجه يلمع الإبتسامة بتترسم ملامح حتى المرضى ملامح المرض بتروح يعني كنت بحكي لحضرتك قبل الحلقة عن واحد مات وكان بيعمل غسيل كالوي لسنوات طويلة فبقى وشه الدكاتر يعرفوا إنه إرسي لوك يعني وشه بقى لونه الطراب وفيه بطش سود على وشه وشكله بقى وحش لما رحنا نستلمه من التلاجة بتاعت المستشفى فبنشد سنديء فيها موتة مش عارفين أني صندوق هو فيه بتطلع لنا ناس الهلع والفزع والرعب على وشهم لدرجة اللي كان واقف بيخاف لغاية ما شدينا الصندوق اللي فيه الأخ المؤمن الطاقي استغربنا وشه ما بقاش توكسك ما بقاش إرسي لوك وشه منور البطش السودة راحت لأنه قابل المسيح جاء المسيح بنفسه عشان يتولى إنمته الرقدون بيسوع جلم أيضا إذا صرته في وادي ظل الموت لا أخافه شارن لأنك أنت معايا المسيح بنفسه ساعة الموت بيتولى إنامة المؤمن يقول له هات إيدك يا حبيبي هعدي بيك أنت خاف من السكة دي إحنا مش عايزين نموت أنا مش عايزة موت لكن إذا الرب استلزم الأمر استلزم إنه حموت ساعة الموت حلاقي المسيح اشتركوا في القناة